آية قرأها سيدنا أبو بكر من الصديق في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتح الآية دي تنزل على قلبك الراحة وتنزل على قلبك الهداية وتنزل على قلبك التثبيت وتنزل على قلبك كل شيء في سكينة وطمأنينة وراحة للقلب بس ازاي بتقول يا عشر كحمد أنه نأقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب احنا اللي حفظينه واللي عارفينه نحنا بنقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بنقرأ صورة وفي الركعة التانية بعد الفاتحة بنقرأ صورة لكن موضوع الركعة الثالثة دا من صلاة المغرب أو غيرها دا جديد علينا وكيف فعله أبو بكر هحل لك الإشكال ده بعد ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودي أفعال صالحين هم وأفعال الصحابة وبالدليل وهقول لك العلماء كيف رأوا هذا وكيف شرحوا لنا ذلك وفسروا بالراحة بس يبشويش الأول موضوع القلب القلب يتقلب وسمي القلب قلبا لأنه كثير التقلب حتى إن الإمام الترميذ يروي عن سيدنا أنس بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ده من اللي بيدعي سيدي وسيدك وسيد الناس صلى الله عليه وسلم كان يدعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيقوم سيدنا أنس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله آمنا بك وبما جئت أتخاف علينا تخاف علينا وخاف على أقلوبنا قال إن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء السبات ده مش بتاعتك السبات ده بتعرف بنا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا ده ربنا اللي بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لنثبت به فؤادك التثبت ده من عند ربنا سبحانه فسأل الله الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرجل والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لي أنا بقول موضوع القلب وتقلب القلب وندعي بالدعاة عشان الآية لها علاقة بالقلب وبثبات القلب في الموطة تعالوا بقى للآية اللي سيدنا أبو بكر كان بيقراها في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتح هل هو كان بيقرأ على أساس أنه آية وهو كده يبعمل حاجة ما عملهاش النبي ولا بيقرأ على سبيل أنه دعاء وليه كان بيقرأه ومتى كان يقرأه في الوضع أو الزمان كان بيقرأها على طلط الحيات ولا فترة زمنية معينة ولا لما حصلت أزمة أو حصلت مشاكل في الأمة خلي بالك روى الإمام مالك في موطئه عن أبي عبد الله الصنابحي يقول قدمت المدينة في خلافة أبي بكر اسمع الكلام دا كويس عبد الله أو أبو عبد الله الصنابحي يقول قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب أنا مرة صليت وراه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وصورة من صور قصار المفصل كويس صلى الركعة الأولى والتانية في صلاة المغرب وقرأ بعد فاتحة بصورة من صور قصار المفصل في الركعة الأولى والتانية ثم قام في الثالثة تشاهد الأوسط وأمي للركعة الثالثة في صلاة المغرب يقول أبو عبد الله الصنابحي فدنوت منه لأن حسيت أنه بيء أرحال فدنوت منه في الركعة الثالثة حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه أنا قرفت منه أول حد أنه ثيابي لمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن دفع الركعة الثالثة قرأ الفاتح ثم بهذه الآية أي رقم تمانية من سورة آل عمران قرأ بها سيدنا أبو بكر وسمعها أبو عبد الله الصنابحي ثيابي تقولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حاجة جديدة آه اسمع ماذا قال فيها ابن عبد البر في كتاب الاستذكار بيقول إيه وأما قول أبي بكر في الركعات الثالثة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا فإنما هو ضرب من القنوط والدعاء الله عشان يحل لك إشكالية إن النبي ما عملش ده يباوه لما قرأ قرأ على سبيل إيه الدعاء والقنوط لأنه من السنة أن تقنط في الركعات الأخيرة إما قبل الركوع كما فعل أبو بكر أو بعد الرفع من الركوع فيقول إنما هو ضرب من القنوط والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة مش أنا قلت لك في أول كلام إن القلوب مش بيت حد في ناس ارتدت عن الإسلام فسيدنا أبو بكر كان بيدعي بالدعاء عشان ربنا يثبته على الإيمان لما كان من أمر أهل الردة يقول ابن عبد البر والقنوط جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلم وفي كل صلاة أيضا فيش مشكلة أن أنا أقنط في أي صلاة خلاص كده بالذات عند النوازل فأمر الردة كان نازلة ألمت بالأمة يبادكا على سبيل القنوط وعلى سبيل إيه الدعاء إنك تقول الأيادية على سبيل إيه الدعاء بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ييجي باء العلماء وييجي الحكماء وييجي الأولياء وييجي الصالحون عايزين يعملوا سيدنا وبقى في السنن الكبرى للبيهقي قال الشافعي وقال سفيان بن عيينا لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر قال إن كنت لعلى غيري هذا أنا ما كنتش بعمل ده ده مين اللي بقول سيد بن عمر بن عبد العزيز إن كنت لعلى غيري هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به يبقى من اللي عمل عمل سيدنا وبقر اللي عمل زيه سيدنا عمر بن عبد العزيز على سبيل على سبيل القنوط أو على سبيل الدعاء لأزمة أو لابتلاء أو لنازلة نزلت بالأمة كما بيّن ذلك ابن عبد البر فقصده هو الدعاء وليس القراءة أشفق عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر